موسيقى 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 عيواش شيح حسيم قمرق اسبانيا قمرق اسبانيا هوت الصياغة الخبر شدتني لانه نعرفه احنا انه الدخان معناها مشاهدة ربي بعد تنسى الكل عليه بقطع النظر عن المذارق معناها البديهية متاعه ومعناها الصحية اللي عنده هناك مذار معناها تتجاوز معناها صدوراتنا وتتجاوز حكاية اخرى لانه الدخان البونتات بتاع الدخان البونتات باركة نجم تلوث بين اربعمائة وخمسمائة اترا متاع ماء يعني سمحني حسيم خاطر برشة برشة وانا مدأكد من برشة وانا سوينا كنت منهم الاعوام الفارتة يسخيبوا انه بونتات السواجر كي تيشوها في الطبيعة لا مهوش صحيح هي دجا البونتات بتاع السيجار ويزمها عشرة سنين مش تتحلل لكن حتى في التحلل اللي بتاعها هي البونتات بتاع السيجار وفيها عديد المواد الكيميائية بالطبيعة بانا هم موجودة نجمو نلقاو مثلا الكودرون نجمو نلقاو رصاص اللي هي مادة مصرتنا وعديد المواد حقا اذية في البونتات بطبيعة بانا فالدخان خطروا اشنو الدخان يجي بعدا بخيمة الكمبيوسيون بتحرقان نو بتلفسو نلقاو الماتيارة ذو ما نلقاوهم في البونتات كي تكيف انت يو تطايش بانا بتبيعة بشتايش في الشارع تصبوا مطر ولا تجي في الواد ولا في البحر ولا هو بطبيعة المواد هذيكة بشتتحلل وبشتمشي في الواحدة ودونك والرقم ديجا اللي اعطاوه معناها بين ربعمائة وخمسمائة معناها رقم مخيف جدا معناها مش اذاك عليش هو ثم اجتهاد حيتو اللي في اسبانيا معناها بشي والو يفرضو على الشركات المنجة معناها المنجة للدخان حاجتي الحاجة الولانية اللي هما بشي فرضو عليهم الفاتورة متاع معناها متاع التنظيف المياه متاع معناها متاع الركوبراسون متاع الميقوه ذي كم الفاتورة معناها ببري بش تكون الفاتورة بش تكون ثقيلة شوية مثلا في اسبانيا بركة ثم نحكيو على شفر بتاع يبدأ من مئة وخمسين مليون يورو معناها في العام ولي ذو ما استيمسون حسب الصحافة الاسبانية اللي هي اعطاتها ولي قالت بش يمشيوا في تواجه انه بش يعملوا مركز معناها متاع تصفية المياه وايضا ريكوبراسون متاع كل الميقوه ذي كم مك الاودية وكذا معناها تلزم معناها كل البونتة بتاع سيجار تصنع الشركة ملزمة قانونا انها تلمها انها تلمها ولا تتمول معناها كما يقولوا بش تكسير هي بش تعطيهم هما ليموايا بش يبنيوا صحيح الفاتورة مهيش بش تكون العملية بالسهلة معناها كل ما نتفاكروها صحيح الحل الانجع يبقى انه لانه معناها المستهلك معناها يحاول ينقص من الدخان ولا ما حاولش معادش يطايش ولا يحاول مثلا يمشي مثلا كما يقولوا احنا في في توجه معناها صحي سليم اكثر في التوجه ذي عملوا حاجة زيلا مش خائبة اللي هي قطع النظر على السنسبلسون في باكوة الدخان ذي كالي بومون نلقاها معناها الرئتين بتاع العبل بتاع الكائن والغير المدخن والغير المدخن وكيفيش بش يزيد وزيدة الطريقة تحسيسية بتاع المذار الاخرى بتاع البونتة بتاع السيجار وفي المحيط وفي الماء وكل شيء ممتازة دونك حاجة بصراحة خارقة اللي عادة مهيش مانيش زيدة كيف نقولوا بش نعطيها اكثر من حجمك كون هي بش تحل المشكل مئة بالمئة لكن باهي اللي نشدو الخناق على حاجة تضر فينا كيفك وبيهي نلقاوا حلول معناها عملية اكثر بش نقصو من التأثير الكريفي دخان عموما والبونتة بتاع الدخان وواضح باي انا نعريش بش نقبل ما تعديو الموضوع الثاني نحن نعمل البروجيكسيون على تونس اليوم تنجم تكون طريقة كما كبينسون احنا نعرفه ديرانت يا قالت فالسة حسن في سنة الفين وثون عشرين لكن نجم ونا فهمت شي لتوس ما فهمش عليش خاصة انه بقطع النظر على كونه احنا هي الشركة وحيدة موجودة في تونس دونك ثم ديجا اهمية كبرى كونه هي ثم معناها يجب يصير بشكون الشركة تكون عندها نجاعة اقتصادية وما نصورش الحاجة بالامر الصعيب معناها مذابية زادة كونه هي الشركة الوحيد في تونس وشي تكاور وحدها وتوين سيتكيفه وماشاء الله ان شاء الله رب يتوب عليهم من احيو لكن علش لي ما نتابقوش هذي نصور الامور معناها امور ومتاع قانون تولي تاكس واضحة المشكلة نحن في تونس كين تاكسي وحاجة ولي هو ما دل فلوس ما تمشيش في بلاستها نتمنى مثلا عالدخان يمشيو في الصحة يمشيو في حكاية كيف معناها ومش الشركة تاخو معناها مسؤوليتها الاجتماعية والبيئة دجاه هو على انها الظرفة صحة ونرمال مو عند فلوس نرمال مو تمشي لقطاع الصحة لكن تتفكر اخر مرة نسيت نايب في البرلمين المنحل كانت تكلم عليه وقال الفلوس ماهيش قاعدة تمشي بالضبط كما برشا حاجات ماهوش شكة جوز نحب رقم نعطيه خطر رقم هي البرشا رو احنا دجاه مثلا في الميغو اللي عنا رو بري مليون طن سنويا يطايش في البحر في البحر مليون طن منين مليون طن سنويا مناش من الميغو مليون طن ميغو تدخل نوريكم كمية متاع البوطيط الدخل قداش موجودة بلاحظة اذي رقم اذي فتونس كهو لا لا مش فتونس اذي عالميا عالميا فرانسا عندها عشرين الف طن فتونس الحقيقة ماهيش رقم كبير لا ما نقولش ماهيش رقم كبير ماهيش دراسة ولا ولا رقم رسمي في الحكاية ذي ممكن انا نتصور ابروكسيماتي مون نتصور معنا حسب الموين متاع الميديتيرانيين تصور ثم الخمساليف عشر الف طن بونتا معنا مصايبين مفاصيل مون نجمون القو واضح ما رقم ماهي نحكيه على مليون طن ميغو في العام عاملين برشا كاور في بي اي خان ذاية معطا مش معناها رو هما خير مننا ولا كذي ولا هما متسبوش بكير لعل اكثر حاجة معناها تتوضع الحكاية هي من خبل متاع شانجمون كليماتي لكن هما عندهم نظام ديمقراطي متقدم برشا وعندهم بلوزو ما نوعا ما كما قولوا هامش من الجانب الانساني معناها العنصر الانساني مهم برشا لهم فعندهم تحركات تخليهم ميدانية تخليهم بش يوصلوا هما يسيغوا يطالبوا بسيغة قوانين كفاذية ويكونوا زادهم بيدهم اداة بتاع الضغط مجتمعي بش الحكومات تاخد قرارات في صلاح وان شاء الله في تونس نتلهو بالمشاكل الحقيقية متاعنا ونشوف هكا معناها موقولو دي بوليتيسيا ولا سيئسيين اللي يقودوا وياخذوا عب المواطن ويحاولوا يلقوا حلول بش تخفف عليهم واضح ونا تندون البرلمان الجديد اللي بش يتم تكوينه بعد انتخاب مش برلمان بكل ربو بعض اللي خالي نشوف بالكش يا أخوين نجم يكون فما سيئسيين يخرجوا من البرلمان اللي الله شو سيان دي باعمي بالنسبة لي أنا نعطي من يتخذ أو حمل من يتخذ القرار بيانسوف هوا دونك اللي عنده السلطة بش يصليح قوانين ولكذي دونك لهو المسؤولية التامة بش يصليح على البلد واضح ما بالرسمي معناها الرقم كبير نحكيو على مليون طن كل عام سنويا والميقو هي نعرف ميزانها يمكن أربعمية وخمسمائة معناها أربعمية وخمسمائة إترا معناها نحسبو الميقو قداش نحسبو الميقو قداش يوزن قداش من جراهم معناها سيسي الرقم معناها شكرا لك سيح حسين نتعديو الموضوع عنها ثانية